حرب أخرى يقودها التحالف السعودي الإماراتي على اليمن للعام السادس على التوالي إذ لم يكتفي بحجم الخسائر البشرية كحصيلة لصواريخه المتساقطة على اليمنيين حتى يفتح حربا أخرى عنوانها تدمير البنية التحتية والقضاء على ما تبقى من ممتلكات الدولة الخدمية منظمة الإرشيف اليمني الحقوقية كشفت عن شن طيران التحالف لأكثر من 130 غارة استهدفت جسورا قطعت فيها أوصال اليمنيين ناهيك عن مقتل أكثر من مئة مدني جراء تلك الغارات استهداف تحالف السعودية والإمارات للمنشآت فتح بابا آخر لمعاناة ملايين اليمنيين الذين حرموا من الحصول على الغذاء والرعاية الصحية بفعل قطع الطرق النقل الرئيسية للمساعدات الغذائية والإنسانية مطالبات دولية وأخرى محلية بوقف عبث التحالف السعودي الإماراتي في استهداف البنية التحتية وإيقاف الجرائم المرتكبة بحق المدنيين والأبرياء لكنها تبقى مجرد بيانات تنديد أمام آلة موت لا تتوقف عن حصد مقدرات اليمنيين ستنتهي الحرب يوما ما وستبقى آثارها شاخصة للعيان لترويى للأجيال المتعاقبة حكاية تحالف دمر اليمن بذريعة استعادة شرعيته ترجمة نانسي قنقر